في عشرة مينة 2015 لم تتغير الفحوصات الطبية ولا طريقة معينة المرضى المتغير الوحيد كانت الوصفة الطبية فبعد سلسلة تأجيلات وضعت نماذج الوصفات القديمة جانباً ليبدأ تطبيق الوصفة الطبية الموحدة وصفة يؤكد نقيب الأطباء السابق شرف أبو شرف أنها إنجاز تاريخي سيعتاد عليها المريض شيئاً فشيئاً بعد المعلومات بالنسبة لقيلهم على ما يبدو رغم كل شيء حكى عنها خفيفة المريض بهمه بالنتيجة تعطي أفضل دواء بأرخص كلفة ممكنة الوصفة الطبية عم بتساهم إلى حد بعيد بهالغاية هذه أما بالنسبة للأطباء قصم منهم مبسوط وقصم منهم عم يعتريد الصيدليات التي هي أحدى المراحل الأبرز في تطبيق الوصفة لناحية تبديل أو عدم تبديل الدواء بدأت تريدها نماذج الوصفات الموحدة في بس هلأ عندي بس وحدة أوكي هلأ التعاطي إنه كل الناس مستغربين بعد ما في شيء متل حيالة شيء جديد بس شوية شوية بتعوضوا يعني بصير التكنيك شوية شوية بيمشي الحال واضحة جدا الخبرية بس في شغلية شوية تكنيكال ممكن المريض ما يتعود علىها من الأول المريض لما السيدة اللي بيبدله دواء ما يعطى لهم سلاسة تطبيق الوصفة في اليوم الأول لم تخل من بعض المشاكل فهذا الرجل كتب له طبيبه الأدوية منذ أربعة أيام على نموذج الوصفة القديمة إلا أنه لم يقم بشراء الأدوية قبل بدء تطبيق الوصفة الجديدة جيب وصفة عند الحكيم قبل ما يصدر القرار مثلا أنا كنت بالجبل وعندي دواء بكفيني كان بعد ثلاث أربعة أيام على خصة دواء شيء أطبق اللي ما بتمشي رجع عند الحكيمي ترجع جيب وصفة طبيعة إذن على كل مريض يملك وصفة قديمة لا تحمل ختمة صيدلية أي يعيدها إلى طبيبه ليعيد بدوره كتبتها على أوراق الوصفة الطبية المؤحدة